وزارة الداخلية اعلنت النهاردة القضاء على خلية ارهابية بالعريش ومقتل سبعة من عناصرها الارهابية اكد بيان لوزارة الداخلية ان قطاع الامن الوطني تمكن من رصد بؤرة ارهابية تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية ضد المنشآت الحيوية بمنطقة نائية في العريش واضف البيان ان العناصر الارهابية بادرت باطلاق النار فور وصول قوات الامن للقبض عليهم وتعاملت معهم قوات الامن ما اصفر عن مقتل سبعة من العناصر الارهابية وضبط بحوزاتهم على بندقيتين آليتين وسلاسة بنادق خرطوش وسلاسة عبوات ناسفة ده حاصلت النهاردة ده شغل النهاردة وحاجات كتير جدا الشعب المصري لازم يعرف احنا بنتكلم من شوية على تطوير بنتكلم على تحديث بنتكلم على في النهاية عندي دولة بتتحرك في كافة المجالات والاتجاهات لخلق واقع جديد للمواطن المصري الدولة بتتحرك في كافة الاتجاهات حرب على الارهاب وهذه نتائجها في عندي معركة لبناء الاقتصاد المصري وهذه نتائجها عندي دولة بتشتغل تحية لرجال الداخلية وتحية لرجال الان الوطني وتحية الى هؤلاء الذين يسهرون على ضبط الامن والقضاء على الارهاب في مصر اشتركوا في القناة